اشتركوا في القناة انسحاب نادي الزمالك من مواجهة الاهلي في مباراة التي كان من المقرر اقامتها اليوم على الساعة السابعة مساء في استاد القاهرة الدولي ومن ثم تم اعتبار النادي الاهلي فائزا بهذا اللقاء وتم اختار النادي الاهلي رسميا بنتيجة هذا اللقاء وبالتالي فوز النادي الاهلي بالثلاث نقاط وفوز النادي الاهلي بهذه اللقاء أو بهذا اللقاء وارتفاع رصيد النادي الاهلي في جدول الدور العام إلى 45 نقطة ليقترب كثيرا من تصدر بيراميدز في جدول الدوري العام أعتقد نقاط مهمة جدا بالإضافة لأنها راحة مهمة جدا للفريق في هذا التوقيت قبل مواجهة فرقه يوم الجمعة المقبل في إطار سلسلة عديدة من مباريات النادي الآلي خلال الفترة القادمة أعتقد يعني بإذن الله إن شاء الله يكون مشوار موفق للنادي الآلي في المنافسة على بطولة الدوري هذا العام اللي أكيد بتشهد صعوبات عديدة تحديات كثيرة ولكن بالطبع خلال حلقة برنامج اليوم من الترند هنتابع كل الكواليس والتفاصيل وتداعيات هذه الأمور في استعداد الأهل لمواجهة فرقه قرارات إدارة النادي في الساعات الأخيرة كافة الأمور أكيد عن تباحها النهاردة من خلال برنامج الترند كذلك عندنا النهاردة تفاصيل أخرى هنتكلم على مسألة عدم انضمام محمود حسن تريزيجي للمنتخب الأولمبي في الألعاب الأولمبية في باريس وقرار نادي ترابسون سبور التوركي هل هناك إمكانية لضم لعبين من الدوري المحلي ومن الأهلي نتيجة عدم توفر عدد كبير من المحترفين نتيجة إن هذه البطولة أو الدورة الأولمبية تتلعب بدون اللاعبين الدوليين في الأجندة الدولية كل ده أكيد أو خارج الأجندة الدولية كل ده بيتأكيد هننقش النهاردة في سياق حلقات أو سياق فقرات برنامج الترند لكن بسرعة نبدأ مع بعض كده بدري بدري ونروح لي أهم العنوان البداية في ترند الأهلي الفريق يستعد لمواجهة فرقه في الدوري وكمان الخطيب يكلف لجنة المباريات بالتواصل مع تسكرتي لتعويض جماهير الأهلي وفي الترند المحلي ترابزل التوركي يرفض مشاركة تريزي جي في الأولمبياد نروح لاستعراض مباريات اليوم والنهاردة في جولة جديدة من مباريات اليورو وأيضا نتائج كوبا أمريكا لتلعبت فجر اليوم السلساء بالإضافة إلى المباريات القادمة في صباح فجر اليوم الغد الأربعاء نبدأ مع بعض مباريات اليورو والنهاردة في أربع مباريات المباريات الساعة سبعة ومباريات الساعة عشر الساعة سبعة فرنسا وبولندا وهولندا والنمسا والساعة عشر إنجلترا وسلوفينيا والدنمارك مع سربيا نروح لكوبا أمريكا والمباريات التي أقيمت فجر اليوم الثلساء كولومبيا كسبت براجوي 2-1 والبرازيل اتعادت مع كوستاريكا 0-0 نتيجة مفاجأة بصراحة نروح للمباريات التي هتتلعب النهاردة بالليلة لو هيكون في توقيت فجر الأربع الساعة واحدة من صباح الغد بيرو هيلعب مع كندا وتشيلي الساعة أربعة هتلعب مع الأرجنطين ماتش تشيلي والأرجنطين على فكرة ماتش قوي جدا وماتش صعب جدا وأعتقد هيبقى فيه مشاهدة ممتعة لكل السادة المشاهدين في توقيتات هتبقى صعبة نعارف بس نعود نفسنا على التوقيتات دي لانه خلاص بعد سنة أو زي الأيام دي السنة الجاية هنبقى على موعد مع مشاهدة ومتابعة مباريات الأهلي في منديال الأندية في الولايات المتحدة الأمريكية فاصل ثم نواصل أكيد فيه ردود فعل كبيرة جدا بعد إلغاء مباراة اليوم نتيجة انسحاب نادي الزمالك وتم اعتماد فوز الأهلي بأسلسة نقاط في قرارات رسمية أعلنتها الربطة في مساء الأمس وبالتالي المباراة اللي كان مقرر إقامتها اليوم في استاد القاهرة الساعة سبعة مش أقول تم إلغاءها هو خلاص تم اعتبار الزمالك منساحبا وبالتالي خلاص هذا اللقاء أصبح من نصيب النادي الأهلي ألفوز بأسلسة نقاط وعلى هذا الأساس النهاردة النادي الأهلي بيستقنف تدريباته استعدادا لمواجهة تأفركم طيب الخطاب الرسمي قدامنا هو على الشاشة وده الخطاب اللي تم إرساله من ربطة الأندية المصرية لكرة القدم إلى النادي الأهلي وبيتكلموا فيه بناء على كتاب أو خطاب نادي الزمالك بخصوص يعني اعتذاره عن عدم إقامة مباراته مع الأهلي المقرر إقامتها اليوم السلاسة في استاد القاهرة طبعا الربط اعتبرت الاعتذار ده هو بمثابة الانسحاب وعلى هذا الأساس أخترت النادي الأهلي أن المباراة تم إلغاءها واعتبار الأهلي فائزا باللقاء والسلاسة نقاط مهم جدا يا جماعة في التفاصيل اللي زي دي السياغ القانونية نادي بيعتذر يعني بينسحب وبالتالي السلاسة نقاط تكون من طرف الفريق الآخر اللي ملوش أي زنب في هذه التفاصيل وبناء على ذلك الربطة مبارحة أعلنت طبقا اللي جدوا للترتيب قدامكم على الشاشة أن نادي الأهلي بقى أصبح لعب تسعتاشر مباراة فاس في أربعتاشر لقاء تعادل في سلاسة لقاءات خسر مبارتين بس أهداف بقت 42 وعليه 18 يعني فارق الأهداف 24 هدف والنقاط زاد رصيد الأهلي في النقاط إلى 45 نقطة وبيرامدز في الصدارة ب62 ولكن الأهلي لعب عدد مباريات أقل من بيرامدز بست مباريات يعني 18 نقطة إن شاء الله بإذن الأهلي يكسبهم نحط التمنتاشر على ال45 يبقى 63 وبالتالي يتخطى بيرامدز في الترتيب وتبدأ المنافسة بقى من هنا تخدوا بالك في جدول الدوري آخر بند تحت مكتوب إيه تخصم سلاس نقاط من الزمالك لانسحابه من مباراة الجولة السبعة وعشرين فأصبح الموضوع خلاص منتهي تبقى لهذه التفاصيل القانونية والسيغ القانونية اللي بتأكد أن الزمالك منسحب وليس معتزراً لأي ظرف قهر الربطة أكيد أكدت التفاصيل دي في خطابها الرسم للنادي الأهلي لأن الاعتذار بالنسبة للربطة هو انسحاب ولاه يوجد هناك ظرف قهري ولو دخلت في تفاصيل الليحة مفهوم الظرف القهري مش موجود وعلى هذا الأساس اعتبرت الربطة أن الزمالك منسحب والأهلي فاز بالسلاس نقاط وعلى هذا الأساس النهاردة ما فيش مباراة وأغلقنا الملف ومن اليوم الأهلي يستعد لمواجهة فرق والملف بالنسبة للأهلي أصلاً خلاص صفحة وتقفلت نبدأ نركز على اللي جاي لأن اللي جاي على فكرة أصعب من اللي فات انت اللي جاي لسه مشوار طويل وهنا استعرض ده في مباراة جاية وترتيب مشوار طويل جداً في الدور العام وعدد نقاط انت بتحول يعني تلحق بيرامدز اللي مش عايز يأجل مباراة ولا بتكلم في التأجيل بيلعب كل مباراة عايز يطبق نفس الكتالوج اللي عمله الزمالك من سنتين وقتها لما خد نصيحة كده من اللجنة الثلاثية إلعب وما تأجلش عشان الفريق اللي بيلعب في أفريقيا وبيوصل نهائي لما يرجع اللي هو النادي الأهلي يبقى مضغوط فالكتالوج بيتطبق السنة دي ولكن بإذن الله النادي الأهلي ان شاء الله يكون قادر على المنافسع الدوري ويتخطى كل الصعوبات اللي بتتحط قدامه في مشوار هذا المسيح طيب هل قصة المباراة انتهت على كده؟ لا كان فيه اهتمام من مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب في ملف مهم جداً لا يقل أهمية عن مسألة الثلاث نقاط وانسحاب الزمالك قال وهو إن الكابتن محمود الخطيب كلف لجنة المباراة في النادي الأهلي بالتواصل مع شركة تسقرتي لتعويض جماهير الأهلي كابتن محمود الخطيب وجه وكلف لجنة المباراة للاجتماع والتواصل مع مسؤول شركة تسقرتي للاتفاق على كيفية تعويض جماهير الأهلي التي قامت بشراء تذاكر مباراة القمة التي لن تقام اليوم جاء ذلك بعدما تلقى النادي خطاباً رسمياً من ربطة الأندية المحترفة يفيد بعدم إقامة المباراة المشار إليها في موعدها واعتبار الأهلي فائزاً باللقاء 2-0 وطلب رئيس النادي الكابتن محمود الخطيب من لجنة المباراة بحث الأمر بشكل عاجل للحفاظ على حقوق جماهير الأهلي التي تستحق التقدير لا سيما وإنها تتحمل الكثير من المتاعب للتواجد في الملاعب المختلفة من أجل مسندد فرقها في كل زمان ومكان قرار مهم جداً تبعات انسحاب الزمالك أكيد فيه أمور تخص جماهير الأهلي التذاكر اللي تم شراءها وحجزها عبر سيستم تسكارتي وعلى فكرة كمان عايز أشكر المسؤولين في شركة تسكارتي لأن بالأمس كمان كان لهم رد فعل على هذا الموضوع ولا هيكون فيه تواصل لبحث هذا الأمر والألية اللي يتم فيه من خلالها استرجاع القيم المالية والتذاكر اللي تم حجزها عبر السيستم الإلكتروني طيب ماتش فرقه هو أهم حاجة الفترة اللي جاية وماتش فرقه من الجمعة الجاية طبعاً عدم إقامة المباراة النهاردة ده شيء يعني أكيد مهم جداً لا يقل أهمية عن الثلاث نقاط راحة التقاط الأنفاس ضغط المباراة اللي كل ثلاثة أيام جات لك حاجة كده من عند ربنا سبحانه وتعالى فيها عشان تريح النهاردة مش تريح يا نعم تتدرب بش لا هتتدرب بس برضو إيه لما تخش في مود مباراة مباراة كبيرة زي مباراة أهل وزمالك فيها فتنس بدني عالي فيها شغل عالي فيها ضغط فيها استرس فيها حاجات كتيرة جداً ده ممكن بياخد وبيسحب من رصيدك كتير وانت بتستعد بقى المباراة الدوري انت لسه النهاردة بتلعب في الجولة التسعتاشر بقيلك مالا يقل عن خمستاشر مباراة تعالوا بص نشوف اللي متبقل الأهلي آه جماعة متبقل النادي الآلي خمستاشر لقاء هيلعبهم فيه من النهاردة كان في الشهر من النهاردة بنتكلم في خمسة عشر ستة الخمستاشر مباراة دول لازم يخلصوا قبل خمستاشر تمانين يعني احنا بنتكلم فيه بنتكلم في شهر ونص خمسة واربعين يوم خمسة واربعين يوم يتلع فيهم خمستاشر مباراة يعني كل تلاتة يام مباراة ده ما بيحصلش في الدنيا كلها الكلام ده طيب الاهلي بإذن الله إذا ربنا قرموا بالفوز بهذا الكم من المباراة بطل للدور العام بفارق كبير حتى عن المنافس نادي بيرمز ولكن المشوار ده مسهل مش فكرة خمستاشر مباراة تخشها تلعبهم ما تكسبهم لا الموضوع صعب ليه؟ أولا الأهلي لسه يلعب فيتشر دور أول ودور تاني نفس الأمرض أخذ بالك برضو للزمالك اللي عنده مؤجلات عنده مؤجلات دور أول ودور تاني مش للأهلي بس يعني المؤجلات على فكرة مش عند الأهلي بس عند الأهلي وعند الزمالك ولكن الأهلي عنده تلات مباراة مؤجلة من الدور الأول ولسه فيه مباراة في الدور الثاني سواء مؤجلة أو حتى استكمال المشوار فيتشر الآن لسه يلعب دور أول ودور تاني وماتش فيوتشر بتاع الدور الاول المؤجل هيتلعب يوم 16 سبعة يوم 16 سبعة الاهلي عنده بيراميز ايضا دور اول ودور تاني لسه ملعبش بيراميز دور اول ودور تاني وماتش بيراميز المؤجل من الدور الاول هيتلعب يوم 12 سبعة الاهلي لسه عنده ماتش طالع الجيش دور اول ودور تاني وماتش الجيش المؤجل من الدور الاول هيتلعب بعد مباراة فارقه بإذن الله في قوائل شهر سبعة فدول الثلاث فرق اللي الاهلي لسه يلعب معهم او لسه الاهلي ملعبش معهم في الدوري لسه عنده مؤجل من الدوري الاول ولسه عنده لقاء الدوري التاني في يوتشار وبرامد زواطلاع الجيش طيب فيه فرق تانية الاهلي لعبها في الدوري الاول ولكن لسه ملعباش في الدوري التاني زي مين فرقه الداخلية وفرقه المطش الجمعة الجاية بإذن الله الداخلية لما لعبناه يوم الجمعة اللي فاتت كان لقاء مؤجل من الدوري الاول لسه اللعب الداخلية في الدور التاني لسه البنك الاهلي لسه امبي لسه المصري سيراميكا كيليو باترا المقولين العرب سموحة زد تسع اندية دول لسه الاهل هيلعبهم في الدور التاني ولكن التلات اندية للاهل اللي هيلعبهم دور اول ولا دور تاني ولسه هيلعبهم في المؤجلات اللي جاية فيوتشر وبيراميدز وتلاقع الجيش شوار صعب جدا ترتيب مباريات على فكرة ماشي بالتسلسل طبقا للمؤجلات يعني مش هتلاقي في ترتيب مباريات الاهلي بيلعب مباراة مؤجلة من الاسبوع العاشر قبل مباراة مؤجلة من الاسبوع التالت ما فيش الكلام ده يعني انت عندك مباراة مؤجلة في الاسبوع العاشر هتلعبها الاول عندك مباراة مؤجلة في الاسبوع الخمستاشر هتلعبها بعد المؤجلة من الاسبوع العاشر فالتسلسل ماشي طبيعي وده الاول مرة يحصل السنة دي عكس ما كان بيحصل في السنين فاتف أنا فكر فيه دورة لعب أسماء كاس الأمم في 2019 اللي هو أتأجل لبعد منافسات كاس الأمم تخيلوا أنتوا فيه تلات مباريات كان ممكن يخلصوا في أسبوع أجلناهم شهرين عشان مش عشان كاس الأمم عشان كان لعبة تانية بتلعب في منتخبات عربية في نادي الزمالك وفي أنداء أخرى وقتها تأجل الدوري شهرين عشان كاس الأمم وقتها وقتها لما كانت بتتلعب المؤجلات كانت بتتلعب بالترتيب اللي احنا بنلعبه السنة دي لا كان مثلا مؤجل في الأسبوع العشر ممكن تتلعب قبل مؤجل في الأسبوع التالت كانت بتتلعب المؤجلات بناء على إيه انت عايز من قبل مين لكن دلوقتي بالعكس ده الدوري السنة دي تحديداً لأول مرة ترتيب المؤجلات يمشي طبقاً للمعايير الخاصة بالعدالة والمنافسة تخيلوا لأول مرة ولكن طبعاً المؤجلات كتير وكنا بنحذر الربطة من بدري في الموضوع ده ومحدش كان بيسمع ويأديك وهو شفته دلوقتي الربطة ازاي وعت في المطب ده نتيجة ان المباراة المؤجلة نتيجة كاس عالم أندية ودوري إفريقي ودوري أبطال والأندية في الدوري 18 نادي والنظام لازم يختلف واللوايح لازم تتعدل لما نشوف اللي هيحصل في الفترة الجاهة هل ممكن يبقى فيه تعديلات في الملفات دي ولا لا طيب ماتش فرق يوم الجمعة وخلاص قلنا احنا قفلنا ماتش الزمالك والأهل خدت تلات نقاط والموضوع اتقفل وتحسم أي حاجة تانية بقى ما تخصناش في الفترة اللي جاي ماتش فرقه الأهل هيستعد ازاي نهارده الجهاز الفني على طول عمل تدريب والتدريب هيكون الساعة ستة بعد قليل ان شاء الله في ملعب مختار التتش بالجزيرة هل الجهاز الفني هل تأثر بما حدث بالأمس الكواليس اللي شفناها انبارح في مسألة الفريق دخول معسكر ثم المغادرة من المعسكر بعد تأكيد إلغاء المباراة وانسحاب الزمالك وفوز الأهلي باللقاء 2-0 هل الاستعداد الفترة الجاية هيمشي ازاي في تفاصيل جديدة ولا لأ اللاعب اللي كانت ممكن تغيب ماتش النهاردة هل ممكن تلحق مباراة فاركو ولا لأ عمر كمال برستاو وسام أبو علي ممكن برضو نسأل عنه كل ده دلوقتي هنعرفه من خلال زميلنا محمد توفيق المتواجد حاليا في مقر النادي الأهلي بالجزيرة مسألة فل لا توفيق زميل عزيز محمد سعيد تحياتي لك والكل ومشاهده وجمهور النادي الأهلي في كل مكان عندك بقى مساحة تفاصيل كتيرة ممكن تتكلم فيها وأخبار أكيد ممكن نسمحها منك عن كواليس معسكر الأمس خلص إمتى اتبلغ الجهاز الفني إمتى بالقرار الفريق كان وصل فندوق الإقامة عشان يخش معسكر كل الإجراكة تمشى طبيعي جدا والنهاردة رؤية الجهاز الفني في مباراة فاركو اللاعبة ومدى استعدادها للمباراة اللي جاي يعني خليها محمد أبدأ بما انتهيت به هل اتأثر للنادي الأهلي بكل ما حدث في الأمس أم لا بصراحة لا البرنامج زي ما هو كان موضوع محمد وكنت متابع معاك حلقة الأمس كانت حلقة أكثر من رائعة النادي الأهلي كان ماشي في السلاده عادي جدا لمباراة الزمالك في الأسبوع 27 إلى دخول المعسكر وإلى ذلك وكل كانت الأمور ماشية بنفس السيستم للنادي الأهلي ماشي به في كل مباراة الصواف الدول العام أو المنافسات حتى المحلية والقرية ولكن طبعا بعد البيان الرسمي اللي صدر من رابط الأندية والخطاب الرسمي اللي وصل النادي الأهلي طبعا يعني تم الخروج من المعسكر قبل كده كان كل الأمور بتسير بشكل معتاد جدا النهاردة كمان نادي الأهلي خلاص ما فيش وقت محمد خلاص حصلت على سلاس نقاط من مباراة الزمالك ولكن طبعا مش هو ده نهاية المطاف انت عندك مشوار كبير جدا لقب دوري عاوز تحافظ عليه العام التاني على التوالي عندك منافسة على مدار أيام قادمة مباريات مضغوطة جدا مؤجلات ويه كمان بتجينب الدوري العام النادي بتلعب مباريات الدوري بس انت بتلعب بشكل مضغوط سواء المباريات العادية في الأسباحة وترتيبها أو كمان زي ما انت قلت مؤجلاتك بنفس ترتيبها يا محمد يمكن كان آخر مباراة مؤجلك هت مباراة الداخلية لأسبوع الـ 12 تاني مباراة على طول التالية اللي هتبقى مؤجلة هتبقى أمام طريق الجيش في الأسبوع الـ 13 فزي ما انت قلت وأشرت كل مباريات بتتم بيه ترتيبها رسمي في الجدول وحسب المؤجلات كلهم في أسبوعه طبعا النادي الأهلي بيواصلت يعني من النهاردة على طول ما فيش راحة محمد بيكمل استعداده ولكن لمباراة فارقه بإذن الله رب العالمين في الجولة 28 مقرر لها السبعة مساء الجمعة على استعداد القاهرة الدولي الفريق موجود يا محمد يمكن التدريب ان شاء الله يبتلي زي ما انت ذكرت الساعة السادسة الفريق طبعا كان وتجمع من قبل الخمسة كمان المعادل الرسمي للتجمع عبل التمين بساعة ولكن كمان من قبل ساعة خمسة لعاب فريق الأول الجهاز الطبي الإداري الفني كلهم موجودين هنا داخل أروقة ملعب مختار التيتش بيه الجزيرة ان شاء الله التدريب هيكون النهاردة البرنامج ماشي بشكل عادي جدا محمد لغاية ويوم الجمعة بإذن الله غاية مباراة فارقه قد يشهد مران اليوم إجراء يعني زي ما نقول كده تأسيم مما بين فريقين من اللاعبين فريق اللاعب يعني لعاب الفريق الأول مطعمين طبعا بمجموعة من النشئين المصعدين بالفعل منذ فترة مع الفريق الأول ده مش بشكل قطع لسه المعلومة القطعية يا جم حمد هنعرفها من كابتن خالد بيبو مدور القرى بفريق النادي الأهلي ولكن إلى الآن يعني تجهزات الملعب هي غير المعتادة كل يوم أعتقد أنه ممكن نشوف تأسيمة ما بين اللاعبين أو زي ما نقول كده تراي ماتش ما بين فريقين من اللاعبين ولكن باستثناء ذلك كل الترتيبات كل التجهزات يعني متواصلة طبعا إلى مباراة فاركو بإذن الله رب العالمين زي ما قلنا في الأسبوع 28 يوم الجمعة المقبل المصابين كان محمد يمكن أشارت ليهم وسامى أبو عالي بالفعل معاك قبل ما نروح للمصابين انت تكلمت في نقطة مهمة جدا وأعتقد التراي ماتش ده اللي انت تحاول تتأكد من الكابتن خالد بيبو وهو أكيد جاي نتيجة أن الأحمال البدنية وتدريب مبارح ما كانش تدريب قوي كان تدريب خفيف لأنه عندك ماتش النهاردة فأنت أكيد الأحمال البدنية والجهاز الفني عنده تفاصيل ويفهم في التفاصيل دي أكتر مننا بس انت عامل أحمال بدنية عشان عندك النهاردة ماتش فجأة النهاردة ما فيش مباراة فبالتالي لازم الأحمال البدنية تمشي بنفس السياق فتعمل تراي ماتش عشان تبدأ من بقرة تنزل بالحملة أو تطلع بالحملة عشان لما توصل لمباراة فاركو ما يكونش فيه خلل في البرنامج البدني فدي معلومة أعتقد مهمة جدا انت قلتها دلوقتي وأكيد هتتأكد من تفاصيلها من خلال الكابتن خالد بيب وبعض قليل فدي معلومة ممكن نقولها للسادة المشاهدين الجهاز الفني كمان عامل حسابه بشكل كويس جدا لفكرة الأحمال البدنية كان نزل بالمعدل مبارح عشان عنده ماتش النهاردة فأكيد النهاردة هيكون عنده تغيير في هزي المسألة أو تفكير في هزي المسألة عشان يحضر اللعبة بماتش فاركو بحيث ما يحصلش خلل في الأحمال البدنية وانت داخل على مباريات بيتم إلغاها ومباريات بيتم إقامتها يتوفيق تفضل بقى لو عندك تفاصيل عن موضوع المصابين بالفعلة مين ممكن يلحق مباراة فاركو بس آخر حاجة في النقطة اللي كنت فاهم حمد يا زي ما قلت لك هو الاستعداد في ملعب مختار التيتش غير الموقتات كل يوم ولكن طبعا كابتن خالد بيب والجهاز الفني بالكامل الإداري الطبي بيبقى دايما في اجتماع يومي في كل تدريب فحاليا دلوقتي كابتن خالد بيو يعني حاولنا ان احنا وصلوا ولكن هو في اجتماع مع مستر مارس الكولر وعضاء الجهاز الإداري والفني والطبي كلهم في غرف خلق الملابس بقى في اجتماع دايما معتاد كده قبل كل تمرين في ملعب مختار التيتش بالجزيرة هنا ولكن زي ما قلت لك زي ما انت ذكرت ان طبعا موضوع الاحمال يتب تتكلم ان انت محمد على طول مستر مارس الكولر ماشي بسيستم واحد ببقى تاني يوم المباراة بقى في تدريب على طول استشفاء المجموعة الاسية المجموعة البقى بتخط مران قوي تاني اليوم التالي بقى بيبقى على طول اجازة وبعد كده بتبدأ تكمل الاعداد فطبعا زي ما انت عارف الفريق اتمرن السبت خد اجازة الحد اتمرن بالامس يوم الاثنين على سن في مباراة النهاردة فطبعا اكيد الجهاز الفني عامل حسابه فاعتقد زي ما انا قلت لك الاقرب انها يكون فيه ان شاء الله تراي ماتش النهاردة ولكن ننتظر التأكيد من كابتن خيب بيبو فور انتهى من الاجتماع على طول وسام ابو عالي بالفعل بتضرب من يوم الاربع اللي فات يا محمد مع الفريق من قبل مباراة الداخلية كمان خد معهم مرار الاربع والخميس ولكن طبعا مستر مارس الكولر محبش انه استعجل على عودة وسام خاصة انه كان كده كده عامل يعني روتاشن ما بين عدد كبير جدا من اللاعبين في مباراة الداخلية فطبعا فضل ادخاره للمباراة القادمة خاصة ان انت شايف ضغط المباراة بشكل كبير جدا فاعتقد وسام ابو عالي خلاص مشاركته في المباراة يعني متوقفة فقط على الرؤية الفنية ولكن من ناحية الطبية هو لاق تماما وجاهز لي خوض المباراة برسي تاو عمر كمال عبدالواحد يعني الاتنين في اخر مرحلة من التأهيل مسألة مشاركتهم في التدريبات الجامعية لسه لم تحين وقتها فاعتقد انهما تالي من المباراة الاسبوع اللي بعده مباراة الجيش او مباراة اللي بعدها ان شاء الله ممكن يكون لهم نصيف المشاركة مع الفريق ولكن الى هذه اللحظة هم مباراة التدريبات الجامعية وطمنك بس انه وسام ابو عالي باذن الله موجود وتحت امر الجهاز الفني من الناحية الفنية باذن الله رب العالمين كل الاجواء محمد رائعة زي ما انا قلت لك مفيش اي تأثير خالص بتأجيلات انت عندك هدف اسمى واجبر انا محمد مش بس مباراة لكن انت عندك بطولة بطولة عاوز تحافظ على رقبها انت حامل اللقب والبطر التاريخي المسابع وعندك جمهور كبير مستني منك في كل بطولة بتدخل انك تكون الحاصد للقب ورقم واحد في كل بطولة فده الهدف الاسمى وده كل الجهاز الفني والاداري واللعبين يشغل عليه هنا وهو اسعاد جمهوري النادي الاهلي وكل يوم تاريخ جديد وتاب التاريخ دي جديد ليبقى النادي الاهلي دائمان في المقدمة دائمان رقم واحد كما هيك يا محمد اتفضل طيب اخر حاجة توفيق هل لاحظت او شفت قبل التدريب تواجد عدد ممكن يكون تم تصعيده من القطاع او نفس المجموعة اللي موجودة من قطاع ناشئين في تدريبات الفريق الاول يعني النهاردة ممكن نشوف وجوه جديدة في التدريب ولا نفس الوجوه اللي موجودة من القطاع في تدريبات الفريق الاول لا بالتاكيد يا محمد كل اللي شفتوه من نهاردة موجودين حتى قبل المران زي ما قلت لك وموجودين من بدر جدا هي المجموعة الموجودة منذ فترة مع الفريق سواء من مجموعة 2003 او كمان فرقة 2005 هم الموجودين ما فيش انا فاهم قصدك ان هل في عدد كبير جدا لكن طبعا تعرف العدد كبير اللعيب النادي الاهلي باسم النوم ان شاء الله يعني ربنا يحفظهم جميعا عدد كبير فكمان اعتقد الافادة الفنية والاستفادة هتبقى من توجد كل اللاعبين الاسيين من الفريق الاول او كمان اللي بقالهم مجموعة مع الفريق بيتدربوا من قطاع الناشئين فدول هيتم اعتماد عليهم سواء في تدريب اليوم او التدريبات المجبلة او كمان ان شاء الله لو في مزايم او تقسيمة ما بين اللاعبين ولكن لا ما فيش عناصر جدا منضم هي العناصر الموجودة بالفعل منذ فترة تقريبا بنتكلم في اكتر من ست شهور على طول موجودين مع فريق النادي الاهلي على فترات حسب جدول طبعا قطاع الناشئين في النادي الاهلي ولكن هم هم نفس المجموعة المعتادة اللي ما تعودين عليها سواء من فريق 2003 او 2005 بإذن الله زماني محمد توفيق موفد قناة الاهلي من مقر النادي الاهلي بالجزيرة شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات والإضاحات من مقر النادي قبل استقناف التدريب الساعة 6 بإذن الله لسه عندنا تفاصيل ولسه عندنا موضوعات مهمة ولكن بعد الفصل طيب عندي تلات موضوعات مهمة جدا ولازم نتكلم فيهم بتفاصيل أول حاجة النهاردة موقع بطولات نشر تصرحات لفيتر بيريرا البرتغالي رئيس لجنة الحكام قال كلام على فكرة يمكن بيأكد اللي أنا قلته هنا على شاشة قناة الآلي من حوالي يومين ثلاثة فاكرين لما اتحاد الكورة او قبل ما نقول فاكرين تعالوا نشوف النهاردة بطولات نشر ايه بيريرا في تصرحات لموقع بطولات والكلام على عهودة موقع بطولات وقدامكم على الشاشة هو ده اللي منشور النهاردة على موقع بطولات وحسابها الرسم وتصرحات خاصة لهم لم أوافق على تعيين الطاقم الأسباني لمباراة القمة رأيي كما هو ولن يتغير لابد من وجود الحكام المصريين في كل المباراة المحلية الكبرى سأظل أدافع عن من أجل الحكام المصريين هم الأقدر بالتواجد في المباراة الهم أنا طبعا بقيت كلامه ان الدفاع عن الحكام المصريين وتواجدهم في المباراة الهم ولكن تصرحاته دي بتأكد اللي أنا قلت لحضراتكم من حوالي يومين لما قلت لكم لاتحاد الكورة على طول نشر قبل معادل مباراة 48 ساعة أسماء الطاقم التحكيم الأسباني اللي هيدير مباراة القمة والناس كانت مستغربة وافتكروا وقتها أن الاتحاد نشر ده عشان بس يأكد للناس أن فيه مباراة بغض النظر عن موقف الزمالك وأنا قلت لكم القصة ما كانتش كده بريرا يوم الحد بعت على السيستم تعيين محمد فاروق في سيستم كده إلكتروني لاختيار الحكام وتعيين حكام المباراة بعت أنا قلت مين؟ بعت لا محمد فاروقنا يا برئيس اللجنة بعت على السيستم تعيين محمد معروف لإدارة مباراة القمة بين الأهل والزمالك أنا أميكي عشان محمد فاروق في اللجنة وطبعا فاروق دلوقتي بلاش علاقة بالتعيينات بريرا اللي بيعين فالموضوع اختلط عليها شوائي ولكن بريرا بعت على السيستم تعيين محمد معروف لمباراة الأهل والزمالك النهاردة هو بريرا في تصرحات خاصة على موقع بطولات بيقول فيها لم أوافق وكلا بد من تعوجد حكام مصريين وهو بالفعل حط محمد معروف لإدارة اللقاء ولكن الاتحاد لما عارف فرح بسرعة يوم الحد بدري والصبح بدري قبل المطشب يومين رح قال الطاقم الأسمان اللي هيدير اللقاء فده موقف بريرا ولكن ذا للمرة التانية كل ما راجل يكون عايز يعمل حاجة اللي اتحاد بيعمل عكسها فهل ده مؤشر وده برضو طرحته قلته من 3-4 تيام من بعد مرجان على طول من نجاسة العيد هل بريرا فيه قرار هيتاخد فيه خلال قلت خلال ساعات نهاية الإسبوع الشهر اللي جاي فيه قرار فيه قرار هل القرار هيكون برحيله لان دلوقتي دل المرة التانية راجل بيتمسك بحاجة والاتحاد بيعمل حاجة تانية حصلت في نهاية كاس مصر وحصلت دلوقتي في مباراة القمة اللي انسحب منها نادي الزمالك ده واحد تعالوا بقى عند الحاجة التانية والحاجة التانية دي انا عارف ان النهاردة هتبقى مثار جدل في كل البرامج بس من بدري بدري كده هنقول لحضراتكم القصة اللي اتكتبت النهاردة في المصر اليوم الهدف منها ايه عشان الشخص اللي كتب هذا الخبر ده الكتالوج بتاعه وده السيناريو بتاعه ومش هيغير فلسفته ولا هيغير طريق ادارته لتحرير وكتابة اي خبر نهاردة المصر اليوم كتب او اتكتب على موقعه الرسمي وعلى حسابه الرسمي على الفيسبوك ان في مصدر في ربطة الاندية قال ان الاهل تحفظ على رحيل عامر حسين وفي تفاصيل الخبر اللي الاخ كاتب هذا الكلام بيقول ايه مصدر داخل ربطة الاندية ان ادارة الاهل تحفظت على رحيل عامر حسين من رئاسة لجنة المسابقات وتواصلنا مع الاهلي عقب جلسة احمد دياب مع اشرف صبحي وحسين لبيب لمعرفة موقفهم حول امكانية القيام بتعديلات جديدة في جدوى المسابقة ومن بينها مباراة الفريق بص بقى الافتكاسة اللي جاية دي عشان الاخ اللي كاتب الخبر النهاردة قال لي بقى الاهلي رفض فكرة اجراء تعديلات عجلة جديدة كما اعترض على فكرة رحيل عامر حسين قبل نهاية الموسم الحالي تبداية ترد عليه تقال له ايه يعني الاخ اللي كاتب الخبر ده ودلوقتي بقى ايه كل ايا كان مين يعني اللي في المعسكر الاخر وفي الجنب الاخر واخدين بقى الخبر ويطيرين بيه هو انت واخد خبر منشور على صفحة ربطة الاندية هو انت واخد خبر منشور على صفحة الاهلي ده خبر مرمي كده وبيقول لك مصدر تم تقول من المصدر خليك صادق مرة واكتب كلام صح ليه لا الاهلي تحفظ على رحيل حد ولا الاهلي تدخل في مسألة وجود حد او عدم وجود حد ولا الاهلي اصلا اتخذ رأيه في الموضوع للي الاهلي مش طرف ولا الاهلي ايه علاقة بالازمة انت عندك ازمة بتدخل الاهلي طرف فيها ليه بتنشر كلام غير صحيح ليه لو عندك ما يثبت ان فيه تصريح رسمي من مصدر في رابط الأندية اطلع قوله اطلع انشره فيه تسجيل صوتي قوله فيه ما يثبت ان الاهلي تحفظ على رحيل عامل رحيل عامل حسين اطلع انشره لكن كلام في المطلق كده بروباجندة على الفاضي وخلاص كلام فاضي يعني بس انا ردت ليه لان دلوقتي احنا بنرصد كده وبنشوف اللي بيكتب في السوشيال ميديا الخبر ده بيتشاير هنا وبيتشاير هنا وبيتشاير هنا ده انت الايام الجاية مش رسمية عشان اقولها بس الاهلي في وسط المعمعة اللي بتحصل في جدول الدوري دي الاهلي هيبقى ليه موقف في الفترة اللي جاية لان المشهد ده الاهلي حذر منه مرة واثنين وثلاثة وعشرة السنة دي والسنة اللي فاتت والسنة اللي قبلها وهو بيكسب الدوري وهو بينافس على الدوري عشان تعرف بس ان الاهلي اساسا مش مشكلته في الاشخاص الاهلي عنده مشكلة انه شايف فيه سيستم غلط بيحصل السيستم ده مين بيديره لما تشوف اللي هيحصل الفترة الجاي هتعرف اللي انت كاتب خبر عاري تماما من الصحة زي اخبار كتيرة سواء على المنتخب او على الاندية او على حاجات كتيرة بنشوفها بقالها سنين يعني ومحدش بيحسب حد طب نروح بقى للملف التالت وهو متعلق بمنتخبنا الولمبي كلنا في ظهر المنتخب الولمبي عنده ألعاب أولمبية في باريس مجموعة فيها مباراة مع اسبانيا مرش صعب جدا حتى لو معاك الدومنيكان او كوستاريكا ايا كانت المنتخبات و لكن في مباراة صعبة تلعب مع منتخب اسبانيا والمنتخبات القوية في اوروبا فميكالي المدير الفني البرازيلي لمنتخبنا الولمبي كان محضر قيمة بأسماء اللاعبين اللي ممكن يعتمد عليهم في هذه البطولة والليحة بتسمح لك انك تجيب ثلاث لعيبة فوق السن وكان في مدخلة كانت معايا من حوالي اسبوعين او اسبوع مع الكابتن محمود حارب المدير منتخب الولمبي وقال ان في معادي دلاين لازم نبعد فيه قيمة المنتخب ولازم يكون فيها تلات لعيبة فوق السن اللي هما يعني يكون سنهم اكتر من تلاتة وعشرين سنة فالطبعا المنتخب الف بلا ما يفكر في لعيبة فوق السن لازم يروح لمحمد صلاح ومصطفى محمد وتريزيجي واللعيبة المحترفة اللي بتلعب فيه الدوريات الاوروبية بس هنا هي يصطدم بحاجة صعبة ان الدورة دي بتتلعب دايما خارج الاجندة الدولية ودي برضو مشكلة لازم الفيفا يشوفها الفترة الجاية مع اللجنة الاولمبية الدولية هي بطولة بتقام خارج الاجندة الدولية فلما بتجي المنتخبات الاولمبية تطلب انضمام اللاعبين المحترفين في الدوريات الاوروبية الاندية بترفض وتبقى للليحة الاندية لاي الحق انها ترفض حتى لو لعيبة عايزة تروح فالمنتخب الاولمبي بقيادة ميكالي اصطدم النهاردة برفض جديد قبل كده رفض ليفربول انضمام صلاح النهاردة نادي ترابزون التركي قضامكم على الشاشة بيرفض مشاركة تريزي جي في الالعاب الاولمبية في باريس مع منتخب مصر الاولمبي تريزي جي وافع المشاركة على فكرة ولكن النادي تمسك بتواجده بسبب خوض منافسات الدوري التمهيدي في الدوري الاوروبي المنافسات دي هتتلعب في نفس توقيت الالعاب الاولمبية في باريس وبالتالي هيبقى فيه صعوبة لانضمام تريزي جي مصطفى محمد لسه خمسين خمسين النادي الفرنسي ما حسمش الامر بشكل رسمي ولكن لعيبة كتيرة انت بتطلب ضمهم كلعيبة محترفة والاجندة الدولية بتبقى عائق لان الاندية بترفض وبالتالي تبقى للايحة ما تنفعش انت كاتحاد او منتخب تطلب ضم اللعيب بشكل رسمي بتحاول تتفاوض بشكل ودي فالغير دلوقتي عنده ازمة هل الازمة دي ممكن بقى تنتقل للدور المحلي مهمة بتلعب في الاهلي لان الدورة هتتلعب اثناء منافسات الدور العام والاهلي بينافس على الدوري وبرامدز بينافس على الدوري هل هيبقى فيه لعيبة من الاهلي هل هيبقى فيه لعيبة من بيرامدز هل هيبقى فيه لعيبة من نادي بس ونادي تاني لأ هل الاسامي اللي ممكن تتقال في الايام اللي جاي قبل يوم 3-7 ويتم الاتفاق عليها او التفاوض عليها او ارسالها بشكل رسمي ممكن تكون اسامي ما ينفعش تتفاوض عليها لان الاهل بينافس في الدور بشكل قوي هل المنتخب الولمبي هيستعين بحارس مرمى من النادي الاهلي هل الشناوي او مصطفى شوبير هل ممكن يقولك هاتل لتنين مع حمزة علاء كل دي اكيد اسئلة احنا بمسألها لان الغاد دلوقتي المنتخب الولمبي متحفز على اعلان اي اسم بيلعب في الدور المحلي لانه بيتفاوض على اسماء اللعيبة سمعنا اسم مام عشور سمعنا اسم محمد عبد المنعم احنا اسمعنا اسماء كتير على لعبين في الاهلي ولكن ما اسمعناش اسماء كتير على لعبين في عندها تانية طبعا النادي الاهلي اسم كبير ولعب عنده على اعلى مستوى واي منتخب عايز يلعب بطولة وينافس لازم ياخد من الاهلي احنا شفنا ده حتى في لندن في الفين واثناشر كابتن هاني رمزي لما شارك في البطولة خد تلاتة من الاهلي خد عمد متعب وخد ابوتريكا وخد احمد فتحي فهل المشهد ممكن نشوفه في باريس في عشرين اربعة وعشرين عموما ده ملف هيبقى مفتوح الفترة اللي جاية ولكن النهاردة خبر ترابزون التركي اللي رفض انضمام تريزيجي اكيد هيكون ليه تابعات سلبية على منتخبنا الولمبي دي تلات تفاصيل مهمة او تلات موضوعات مهمة كان لازم اتكلم فيها قبل ما اروح لترند الاهلي والترند العالمي والترند المحلي نطلع نتابع كل اللي جاي ده اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة طب يا جماعة في اول رد فعلي ورسمي على ما نشرة في المصر اليوم منذ قليل والخبر اللي استعرضته معاكم على الشاشة دلوقتي واللي مكتوب في المصر اليوم والعمالي تشعر على السوشيال ميديا إن مصدر في ربطة الأندية وقدمكم على شاشة هو واللي مكتوب فيه إن الأهل تحفظ على رحيل عامر حسين رد رسمي دلوقتي خاص لبرنامج الترند الأستاذ أحمد دياب رئيس ربطة الأندية بيعلن من خلال برنامج الترند أن هذا الخبر عاري تماماً من الصحة وأن النادي الأهلي لم يتم التواصل معه بشأن مشكلة الزمالك وأن النادي الأهلي ليس طرف في الموضوع وأن النادي الأهلي لم يتدخل ولم يطلب ولم يناقش تواجد عامر حسين أو رحيل عامر حسين تواجد بريرة أو رحيل بريرة هذا الكلام عاري تماماً من الصحة وأن الأزمة كلها لم يكن الأهلي طرفاً فيها ولا في المناقشات ولا في القرارات ولا في أي موقف من المواقف لا طلب رحيل ولا تدخل ولا حصل أي تفاصيل وهذا الخبر غير صحيح والمصدر الذي نقل على أساس هذا الكلام مصدر ليس في ربطة الأندية أعتقد بقى لكاتب الخبر يطلب أقوله وأكلم مين لأن الرئيس الربطة دلوقتي مع برنامج الترند في الفاصل أكد لنا أن الخبر ده عاري تماماً من الصحة ولكن احنا عارفين كاتب الخبر شوفوه على مصر اليوم هيكون مين وانت تعرفوا التفاصيل تعالوا دلوقتي نروح لآخر أخبار الترند والبداية مع الترند الأهلي أخبار الدوري المصري البداية الأهلي يصل للفوز رقم خمسين على الزمالك في مباراة القمة بالدوري مقابل تمانية وعشرين فوز للفارس الأبنى طبعاً إنباراً كنا نستعرض الأرقام القياسية المتعلقة بمباراة القمة في الدوري دلوقتي الأهلي كسب خمسين وتعادل خمسين والزمالك مقابل تمانية وعشرين مباراة الأرقام كلها في صالح النادي الأهلي تعالوا بقى النهاردة لتقرير منشور في الله قورة حلوة جداً بيكلموا بعد إلغاء القمة فيه خمس مكاسب للأهلي بعد اعتذار أو انسحاب الزمالك أول حاجة قالوا الراحة من ضغط المباراات scaحم 작vit منح الزمالك منح الأهلي والعبه راحة من ضغط المباراات درقاً واحد تصغير دايرة المنافسة دلوقتي المنافسة بقت رسمي فاهمي نظمي زي ما بيقولوا يعني مابين الأهلي وبيرامدز الزمالك بعد في الترتيب اتخصم سلس نقاط من خسارة مباراته مع الأهلي ولسه فيه ثلاث نقاط في نهاية المنافسة فبالتالي المنافسة دلوقتي خلاص ما بقت بين الاهل وبراماتز بشكل مباشر كمان هيكون فيه فرصة نتيجة الراحة دي في عودة المصابين وسام أبو علي برستاو وعمر كمال عبدالواحد أرقام قياسية الأرقام القياسية أن الأهل النهاردة بيحقق تمن انتصارات على نادي الزمالك يعني ده انتصار التامن تواليا في مسبقة الدوري للنادي الأهل على الزمالك طبعا بعد ما انتوا عارفين الأهل بص يا جماعة الأهل لما خسر من الزمالك في الدور الأول اللي هو المصر يتلعب في شهر أربعة هو المصر كان يتلعب في 12 اتأجل أربع شهور الناس ناسية برضو الموضوع ده فلما الأهل خسر من الزمالك وقتها في الدوري اتنين واحد من بعدها الأهل لعب تمن مباريات في الدوري كلها انتصارات كلها انتصارات فبالتالي ده رقم قياسي كل دي أمور النهاردة يلا قرة بتكلم عليها خمس مكاسب للأهل بعد انسحاب الزمالك طيب حساب المصر يوم وده اللي كنتم اتكلم فيه من شوية وكان لازم اتكلم على التوبك ده بشكل واضح وجلنا رد رسمي من الأستاذ أحمد دياب أن هذا الخبر عاري تماما من نصح خبر كاذب نروح نحساب الوطن الرياضي كولر يستعين بالاتحاد السكندري بعد الغاء مباراة الأهل والزمالك ليه كولر بيستعين بمطش الأهل بمطش الاتحاد السكندري لأن مطش الاتحاد السكندري هو آخر مباراة لعبها فاركو فبالتالي يقدر كولر يشوف أداء فاركو في مواجهة الاتحاد ويلعب معاه في مباراة يوم الجمعة فبالتأكيد بعد الغاء مباراة الأهل والزمالك كولر النهاردة هيدرس فاركو من خلال أداءه في مطش الاتحاد إلا على فكرة فاركو كسب في الاتحاد السكندري وعمل نتيجة كبيرة طيب نروح ونكمل في تريند الأهلي ملعب القاهرة 24 الأهلي يطلب من اتحاد الكرة تعيين طاقم تحكيم أجنبي لمباراة المصري في الدوري وده اللي قلت لحضراتكم قبل كده الفكرة مش حكام أجانب في مطش الزمالك والأرقام المالية اللي تقالت ده مطش الزمالك ومطش بيرامد دور أول ودور تاني ومطش المصري المؤجل من الأسبوع الثمانتاشر ناخد كمان حاجة معنا في تريند الأهلي الوطن الرياضي صفقة جديدة للأهلي من الدوري التركي بأكد لحضراتكم الملف ده مقفول وآخر حاجة كولر ينقلب على رباعي الأهلي برضو مسألة الصفقات والتعاقدات والمصري اليوم كاتب تقرير أنا بقول لكم أصلا غير صحيح دي أبرز التفاصيل اللي موجودة معنا النهاردة في تريند الأهلي وفي السوشيال ميديا حلقة كالعادة فيها تفاصيل كتيرة دسمة موضوعات مهمة كانت فيه حاجات لازم ناخد فيها رد قاطع وننفيها نتيجة إن فيه ناس عايزة تدخل الأهلي طرف في موضوع هو ليس طرف فيه وفي النهاية تفن الصفحة نركز على مطش فاركه وبإذن الله قطار الأهلي في الدوري يستمر في إطاره الصحيح للمنافسة على هذا اللقب الغالي بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة وغدا لقاء جديد في برنامج التريند شكرا وإلى اللقاء